اشتركوا في القناة مختلفة اكيد عن وجهة نظري انا كمشاهد عادي مع تحالي السادة كل السادة المشاهدين هو بداية بشكل عام لما نطرق موضوع الدرامة التاريخية والمتحدة والانتاج الضخم ده ده مهم جدا اولا لان الرياضة الدرامية لمصر مش هتكون بغير نحن نطرق برضو عمال تاريخية ومصر كانت من الزمان كان لها ده استمرار للرياضة استمرار عليها مش السيرة ومثلثة المحمد رسول الله وكل هذه المسلسلات والافلام العظيمة ده فده كان مهم جدا انتاج ضخم تصوير بارع كل عوامل نجاح مع كريمة عبدالعزيز طبعا طبعا بنحيي كل الابطال بنحيي عبدالرحيم تمال بنحيي طبعا المتحدة اللي الحقيقة يعني هذا الانتاج الضخم حيحسب بكل تاكيد للمتحدة بكل تاكيد نقطة لولا النقطة التانية هو زي اني يعني اوصل المشاهد المصري والعربي اهمية الفكرة اللي بتود للعنف تنظيم الحشاشين ده كان تنظيم اول تنظيم بيعتمد سياسة الاغتيالات السرية والانتحارية والفدائية زي ما هم كانوا بيقولوا مفتاح الجن اه مفتاح الجن وبعدين تنظيم حشر نفسه في قلعة ورب أتباعه جوه القلعة دي ودربهم ازاي ان هو يعمل عمليات ارهابية فاحنا بنبدي بننقل صورة تاريخية حصلت تفصيليا في الواقع المعاصر نعم فكان لازم ده نفهمه كواس جدا تأثير الكلمة قدار شخص بيستخدم ادوات معينة لي مش عمل سحر اسود وكلام دي لا عمل سحر فكري سحر بالكلمة هو يجذب اتباعه يخلي الواحد يرمي نفسه تشبيه طوي طبعا ويرمي نفسه من فوق القلعة بتطلق على الحشاشين ومن على شكلتهم انهم سحرة طبعا سحرة بالفكر بالفكر طبعا واذا هم سموا حشاشين لحش الرؤوس يعني من احد اسباب تسميتهم بالحشاشين انهم كانوا يحش الرؤوس اقطعوها ايه ده حصل عندنا داعش وغيره وغيره في بلادنا العربية ايه فازاي تأثير هذه الكلمة اعتقد ان ده ظهر في مسلسل الحشاشين ظهر ازاي حسن الصباح كان بيعمل ايه وغيره في مسلسل وخلنا نفكر كلنا في احداث تاريخية لأول مرة نشوف الشعب المصري والناس والمواطن العاد يبدأ يدور ايه الحشاشين دول صحيح ايه الحشاشين صحيح بدل ما يفكر في حاجة تانية احنا خلناه فتح كتب التاريخ بالضبط دي على فكرة من ضمن اللي يحسب لأصحاب الأفكار لهذه الأعمال بكل تاريخ انه هو بيقدم حاجة طبعا فيه سيناريو رائع فيه حوار اكتر من رائع لكن فيه اصل في التاريخ فبيقول للناس شغلوا دمخكوا وقروا وبحسوا بكل تاريخ احنا مش بنختلق ده الناس عملته مختلق ناشي الحشاشين مختلق ناشي الحشاشين ده كان حدث موجود الناس مش وعية ان فيه حقبة تاريخية ظهرت فيها جماعة بهذا الشكل جماعة اععد اععد هو حسن الصباح في هذه القلعة المتتين وثلاثين سنة الغدت ما مات ايه داخل القلعة ايه ويؤثر يحاول يختالوا الحشاشين صلاح الدين الايوب بيحاولوا اختالوا ملك شاه اختالوا نظام الملك وعمليات اختيالات اثروا في تاريخ المنطقة هما جماعة ارهابية اعتمدت على فكرة معينة وهو ده اللي احنا بنقول عليه ان الفكرة احيانا بتبع التطرف واحيانا بمعنى ان واحد هو متطرف في افعاله وحسن الصباح ده لما الزهر ده في المسلسل هو نفسه كل زعيم زي اصحابه فهو نفسه كل وضعه في داخل الدولة ايه فمتطرف جدا في رؤيته للاشياء ورؤيته للحياة هذا التطرف عشان يؤكده ويعمله وينفزه دور على فكرة فكرة يجذب بها اتباعه ويقول للناس تعالوا تبع الدولة لا ده قال لهم لا ده الامام نظار وانا والي عن الامام نظار وانا واخد العهد وانا معايا مفتاح الجنة يبقى اذا احيانا الفكرة بتكون تابعة للمتطرف بيدور المتطرف على فكرة ينفزها واحيانا الفكرة دي بتكون جاذبة واحد الدوافع المهمة جدا دافع كبير جدا لعمل تنظيم ولذلك الفكرة مميتة احيانا لما سيد قطبي جيه في طرح يعني افكار ابو الاعلان مودودة وشرحها فصلها اكتر جاهلية القرن العشرين والحاكم وانه طاغوت والحاكم والحكم يكفر وكل الكلام ده كله بعد كده قال لك نعمل جيل قراني فريط حتى لو عشر افراد ونربيهم ونعلمهم وعلى كده نطلع نعمل جماعة والجماعة تخرج على الحاكم الكافر كل هذه الافكار اعتقد كانت افكار مميتة شفنا تنظيمات مئات والاف العالم نتجت عن هذه الافكار يعني بتاعت ابو الاعلان المودودة والمسلس اللي هو مسلس الافكار حسن البنة والخميني وسيد ابو ابو الاعلان المودودة المربع ده المربع ده عمله افكار طرحون حاجات كده غريبة جدا خلوا الناس عمل التنظيمات وناس بتفجر نفسها وشفناها عمليا في حاجات كتيرة داخل مصر وخارج مصر ايه ايه بيستادوا يعني العوام بالنسبة لهم مش اي عوام بيروح له لكن العوام اللي بيقدروا يقصروا فيهم هما اصحاب العقول الفاضية اللي مفاش حاجة او اللي ما عندهمش عقله اصلا يعني يشجلوه لا هو بيستاد بيسموهم هما في كتبهم يعني يقولك الرواحل النجيبة يعني ايه الرواحل النجيبة يعني اصطاد اعمل شخصية بروفيل وانقب كده وابحث عن اشخاص هي ليها ممكن كلها يدور معايا تفيدني ومش بياخد اي شخص بياخد شخص مفيد ليه يعني حتى ممكن يكون هذا الشخص زي ما حضرتك تفضلتي نجاهل دماغه ما فيش ده اللي اقدر اقوله نفذ نفذ اه انتحر انتحر ايه وشخص تاني ممكن متعلم استفيد بيه في العملية الاعلامية واحد تاني استفيد بيه في العملية التمويلية يعني استفيد بيه في العملية الاعلامية ديني امسل يعني كلمني على ان احنا مش منتخصصين وفاهمين زي لا يعني أخد واحد أخليه في مجال الإعلام مثلا الغرف اللي هما بيعملوها لنشر الإشعاعات اسمها غرف التصدي طب ديما أنا مش أجيب أي واحد يعمل ده يعني أجيب شخص معين له إمكانيات معينة أجيب شخص تاني أستفيد به مثلا في عملية التمويل ومش أي واحد هيدين يجمع لي تمويل برده فهو بيحط هدف لشخص معين وبيبحث عنه بيعمل عنه تحريات وفي النهاية بيركز عليه طب أركز عليه إزاي؟ أركز عليه أيضا بإني واحد أتعرف عليه اتنين أبدأ أقول له إن الإسلام مش شامل كامل بعد كده أبدأ أقول له لا الإسلام ده مش مطبق للحكم بعد كده أقول له طب عشان يطبق الإسلام للحكم لازم جماعة تنظيم بعد كده طب مين هي الجماعة أنا؟ والأمير بتاع ده أو القائد فده بيأخد مراحل ممكن يأخد مع شخص واحد بسبب ظروف نفسية والطراب وإنت ممكن تعرف حتى الشخص ده مضطرب منعزل أحيانا شخص دايما ناقم على أسرته على مجتمعه مر بظروف معينة هذا الشخص ممكن في لحظة حد يجي له وأجذبه فيندفع مباشرة إلى التنظيم اللي هو بيشعر فيه بالأمان ودايما التنظيم حتى من الحشاشين وغيره هنشوفه ده في الحشاشين وفي مسلسل لهو بيعمله المدينة الفاضلة الجنة الحر العين الزوجة الحياة الرغدة الفلوس كله فهو بيدي له هنا مدينة أنا 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 المجتمع المسالي لك أنا بخلق له مجتمع المسالي ما زال فكرة الباطنيين اللي هو يظهر ما ليس بداخله الإخوان المسلمين للوصول لما بداخله الإخوان المسلمين جماعة باطنية جماعة بتظهر غير ما تبطن هو بيقولك مصلحة الدعوة مصلحة الدعوة بتقتضي مني أعمل تنظيم سري مصلحة الدعوة بتقتضي مني أني أقول لأنا مش مقتنع بيه دي البراجماتية براجماتية طبعا جماعة بطنية بتظهر أشياء وتخفي أشياء ولذلك هم عندهم أزمة إيه الأزمة؟ إنه مثلا يجي يقول لك جماعة بطنية يقول لك أنا محتاج أعمل من خلال الديمقراطية أنا مؤمن بالديمقراطية وفي ذات الوقت الواب يقول أنا مؤمن بالديمقراطية أقول لك أنا مؤمن بالحكم الإسلامي والشريعة طبعا أنت مؤمن بتفاصيل الشريعة الكلاسيكية التقليدية ولا مؤمن بالأساليب الحديثة الديمقراطية فيه تناقض يقول لك مثلا أنا لا احنا مؤمنين بحقوق المرأة وكذا وكذا والأقباط وكذا وفي ذات الوقت يجي ولك لا المعاهدة العمرية هذه معاهدة شرعية طب يعمل معاهدة العمرية في تناقض رئيسي مع الكلام انت بتقوله فإذا جماء هي بيحاول يظهر غير ميوبتن لا احنا نعمل من خلال النقابات احنا مع الدولة زي هم كانوا عملوا خلال السنين اللي فاتت شايف انه مسلسل زي الحشاشين وهذه التركيبة اللي من التاريخ شايف ان احنا في احتياج دائم لهذه الاعمال بكل تأكيد احنا عندنا مش ما هو الفن والدراما تحديدا بتنقلنا صورة من الواقع تحطه على الشاشة ولما تكون الصورة دي قريبة جدا من الواقع لان الفن هو الفن امتاع ايه طبعا الفن امتاع وانا لازم استمتع بالعمل فانا لما اخذ هذه القطعة من الحياة بكل تفاصيلها الدقيقة سلبيتها وإيجابياتها وعرضتها لتلاقيك نفسك مستمتعة زي مثلا فيلم مم العروسة مثلا فيلم الأرض ايه هو الأرض فيه قصة ما فيش قصة كبيرة فيه هو حكاية واحد هيعمله عضيب سكة حديد في الأرض وفي النهاية بينسك في الأرض بديه في النهاية الفيلم ايه وفي النهاي لك أنه أنا باستمتع وباشوفه مرة واثنين وثلاثة وعشرة باستمتع به هو هنا الفن الفن امتاع فالدراما دي لما يجي أخذ عندنا في التاريخ لحظات ممتعة جدا في التاريخ ايه فلما يأخذ هذه اللحظات أعتقد أنه ده بيربط المواطن بتاريخه بأمته بوطنيته ببلد ومصر وبوعي وبوعي فإحنا محتاجين هذا الوعي بالتاريخ لأن بدون التاريخ أنا مش هتقدم في الحاضر كتبت على صفحتك أنه أنت بالدعبس في أوراقك اكتشفت أنه أنت كنت بدأت في كتابة رواية عن الحشش ده حقيقة كان الكلام ده تقريبا في 2006 كنت وصلت في 2000 وخدا من أني زاوية أنا خدتها من زاوية أخرى خدتها من زاوية القلعة نفسها وما يجري فيها من أحداث ومسميها شيخ الجبل لكن أنا ما كملتهاش للأسف انشغلت جدا أنا طبعا أول عمالي كانت رواية يعني المنشورة اللي هي كانت أول عمال ليه في دور مرتليا الشيخ أباد فأنا بدأت كان هدف أن أنا كامل الرواية بس للأسف انشغلت وجيت القاهرة ودارت العجلة فلما حصل المسلسل قلبت في ورائي فليت بس أكيد واخدها بزاوية أخرى زاوية أخرى طبعا مختلف زاوية أخرى لكن الفكرة في الحشاشين هي البطع التنظيم لأني كنت عاوز أشوف الحكاية حكاية التنظيم برضو حكاية التنظيم وإزاي تشكل وإزاي كانوا بيربوا الناس في القلعة نفس الشبه ونفس الوضعية بتاعة داعش وإزاي أنه كان بياخد الناس بيحطوهم في حاجة اسمها المضافات اللي هي البيوت ومجرد ما يجذبوا عبر وسائل التواصل يقولوا تعالى إحنا الخلافة الإسلامية وده الخليفة وإحنا عندنا حياة ويحط لك صور وهم داعش دوله على البحيرة كده ونهر الفرات وقاعدين مع زوجته فستقول لك إحنا عندنا حياة حلوة جدا وأسواء وحياة كذا كذا وينزلوا فيديوهات فرايح للدولة الإسلامية اللي بيقام فيها العدل فبيروحنا كده يستقبلوا في المضافات يبدأوا يدولوا كلمة كلمة دينية أول ما يوصل على طول شحن لكل الموجودين في المضافات أن القتال والجهاده بتاعه مين يسجل اسمه في الانتحارين لقتال الكفرة هتلاقي مئة واحد مثلا سجلوا أساميهم من يقدرش يرجع تاني لو رجع يموته واضربه بالنار وانت سجلت انت مرتد كده لو هترجع الكلام ده كله كان بيتعامل في الحشاشين بالنص بالزبط بالزبط اسمح لي نطلع فاصل ونكمل مع حضرتك بعد الفاصل بسزمير نطلع فاصل محمد منتصر ده المتحدث باسم جماعة الإخوان هو من حركة حسن ظهر على اليوتيوب وقال بشكل تفصيلي وبشكل واضح العمليات والمخططات اللي كانوا جهزين بيها وعملوها عملو البعض منه لمواجهة الدولة آه يعني ده وسيقة خطيرة جدا يعني لما هو اسمه الحركة محمد منتصر اسمه الحقيقي محمد رفيق تقريبا من اسكندرية لما يطلع واحد زي كده كان لي وضع تنظيمي قوي وبير دخل الإخوان فترة من الفترات ومتحدث علامي باسمهم ويطلع ويقول احنا استندنا إلى فتوى علماء الكنانة اللي هو مجموعة المشايخ الإخوان اللي هما كانوا أكتر من خمسين واحد حطوهم في بيان استندنا لفتوهم في دفع الصائل دفع الصائل يعني دفع المعتاد ان احنا يجوز لنا قتل الصائل دو نفس الفتوى بتاعة القاعدة وداعش بيعتبروا ان الجيوش والشرطة دي صائل او طائفة ممتنة عن الشريعة فهو انت كده يبقى اذا انت اثبت ان الاخوان لا فرق بينها وبين القاعدة وداعش ويقول لك احنا استندنا لفتوى علماء اننا لهذه العمليات وبيحكي عن تشكيله لحركة حاسم بيحكي على سياسة المواجهة اللي اعتمدوها بيحكي على المجموعات اللي شكلوها فده وثيقة من اخطر ما يمكن وده دليل واضح على تورط الاخوان من فترة 2015 الى 2019 لما اعلنت حاسم وقف عملياتها في هذا العنف الممنهج وكل عمليات الاختيالات اللي جارت ده طلعت اعترف صوتا مصورة صوتا مصورة وده بالمناسبة كان فيه اعتراف قبله لوحد اسمه مجد شلش برضه وقالوا في فيديو في حوار لإحدى القانوات بتاعتهم وطلعت الكده وبعد كده هم حزفوا الفيديو من على الشبكة لكن هو موجود عندنا يعني تعرفني ليه بحكي لك فيديو اعترافات محمد منتصر لانه حصل هجوم على مسلسل الحشاشين من قبل طبعا بعض الجماعة حصل هجوم على مسلسل الحشاشين غير طبيعي وقالوا انه ده مش حقيقة وده مش واقع وما فيش وجه شبه ووائل اخرى فالشان كده بسألك على هسي الوقت لا دراما ممكن الكاتب ياخدها من زاوية انت مش هتاخد كل الزوايا اثناء الكتابة اي طبعا يعني انا لو كتبت مثلا مسلسل الحشاشين انا هكتبه بزوية الدولة هي المحركة للاحداث في المسلسل اي اي هو عبد الرحيم كمال كتب ان حسن الصباح محرك وكان كل مسلسل بيادور حول حسن الصباح فانت بتاخد مثلا اللهجة العمية اي في واحد تاني لا وعاوزه لغة عربية فصحة اه فانت هو بتاخدش التنقضات دي وتوقعت تولي المسلسل وحش لو هو وحش كان فيه تصايد اه تصايد لو هو وحش انت مش هتنتقده اصلا انت هتطنشه بقى عشان كده انا كنت بسألك على اعترافات محمد منتصر اعترافات محمد منتصر اعترافات جاءت في وقت الحالي دلالة واضحة جدا على ان فيه مشكلة لدى الاخوان وان الاخوان فيه تنافر بين المجموعات بتاعتهم اي ولذلك هو طالع يتكلم عن الموضوع ده عشان يا برضو يقول للناس ان الاخوان التانيين دول ما عملوش حاجة احنا اللي عملنا كل شيء اه بعملت ايه احنا عملنا المجموعات وعملنا احنا اللي ضحينا يعني وعملنا مجموعات وكده اي طيب يا سيدي بنت مرست الارهاب ليه الفيديو دلوقتي هم عاملين مؤسسة ويطلعوا على الفيديوهات والغريب جدا ان من اجرى الحوار مع محمد منتصر هو المتهم الاول المحكوم بالاعدام في قضية الاختيال الناق بالعام المتهم الاول يحيى موسى يعني يحيى موسى هو اللي اجرى الحوار مع محمد منتصر وهذا دليل واعتراف الاتنين قتلة موسق الاتنين موسق ده دي استصادر اتنين قتلة ايه تاني من التاريخ استاذ ماهر يصلح يبقى مسلسل لتوعية الناس احنا عندنا زي الحشاشين احنا عندنا طبعا في التاريخ كتير جدا يعني لك مساكن كل الجامعات بتاعت الخوارج اللي طلعت دي والمهلب بصفرة ومش عارفوا مين كل الناس ده كلها لا هنلاقي ايه اصل في التاريخ كلها هنلاقي وصول كتيرة تاريخ مصري مليء بقى نوى لحمس وراية يعني احنا هنشوف حاجات واحداث ياريت واعتقد انه هم هيعملوا ده واعتقد انه هنوا في كل سنة بعد النجاح اللي حصل في المسلسلات التاريخية ايه ومعاملوا مسلسل عن طومان بوي قبل كده المماليك بس انت 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 كمتخصص ايه الفترة زي زي فترة الحشاشين اللي ثابت اثر وصل لغاية دلوقتي كل هزي السنوات شايف انه احنا محتاجين ليها لو انا لو انا قالوا لي لا تكتبيه النهاردة اقول له اقترح عليهم اقتراحات معينة واحد انا هعمل عن سيد قد وازاي والقناطر وتفجير القناطر والتنظيم ده كله اعمل مسلسل ايه اعمل مسلسل عن الجناح الخاص للاخوان وتنظيم وحسن البنة وزي يشكلوه وزي يوصل لسيد قد والقصة دي كلها فيها تفعولات درامية وحاجات ضخمة جدا غير الجماعة اللي قدمه استاذ وحيد غير الجماعة خلص غير الجماعة خلص يعني ده لازم يترق وعندنا احداث حصلت بعد 2011 وتنظيمات طلعت ايه لكن انا بكلم عن التاريخ قديم التاريخ قديم اه لا التاريخ قديم اوي لا فيه كتير جدا في التاريخ المصري اعلى ايام المماليك وايام بيبرس والكلام ده كله لا فيه احداث كتير فيه احداث كتير ايه يعني يعني كل سنة وكل حضراتكو طيبين واحنا بنحتفل باعياد ايه سينة تحرير سينة تخيل التحديات اللي وجهتها الدولة المصرية نهارده لما تشوف دولة المصرية عملت ايه في سينة ايه تقول ايه ده ازاي قدرت الدولة يعني يعني ايه تحاول ان هي تواجه نحاول امي التحدي تقريبا اه يعني نقول بعض منهم يعني تحدي الاول تنوع الجماعات وتوسع خارطة اللي كانت موجودة في سينة جماعات كتير اوي جماعة الفلانية وجند الله وجند الاسلام والكلام ده كله اه فانت بتفاجأ كل يوم تنظيم اه وكل يوم عملية اه فده التحدي اوي كانت تحدي كبير اوي ازاي ان انت عرفت السيطرة على ده خصوصا ان انت حدودك اه وكان فيه مشكلة بايزة طيب مو ده التحدي التاني اه تحدي ان الحدود عندي حدود ليبيا والغرب الليبي وكان فيه مشكلة في السودان حدود الجنوبية اه ومع غزة كان فيه مشكلة في الانفاء اه تحدي كان ضخم جدا اه تحدي التمويل الضخم جدا كان فيه تمويل جاي للجامعات دي اي ملايين اه كبيرة جدا لأول مرة نشوف هذا حجم التمويل اه تحدي البراءة هذا الجيل من الارهابيين في استخدام الانترنت اه دلوقتي بيدي المشكلة مضعفة الزكاة الاصطناعية كنت لسه حقولك الزكاة الاصطناعية بيستخدموه ازاي نكمل التحديات وتقولي كيفية استخدام الزكاة الاصطناعية طيب يبقى احنا عندنا التحدي تحدي الاعلام الجديد لهم اصبحت اصبح الاعلام عندهم على السوشيال ضخم الاول كنا كل فترة على قناة فضيات جيب لك بيان لقسامة بن لادن لأنه النهاردة اعلام ومنتشر ومتوغل وفيديوهات وبرامج ومش عارف مؤسسة مين ومؤسسة مين مئات وعشرات وآلاف مؤسسة فده تحدي بينشر الافكار انتشر الافكار الضار فالتحدي الاخير هو تحدي المنظمات المجتمع المدني برضو مش فهم الحالة داخليا محليا مش فهم ان الدولة بتواجه ايه فقعدين محدش متعاون مع اجهزة الدولة اوي بشكل قوي في الموضوع ده فلا احنا كنا تحدي كمان انتشار الفتاوى الاسلامية على الانترنت بشكل غريب جدا ده مستمر ده مستمر ومستمر احنا كان عندنا مجموعة تحديات ضخمة جدا هذه التحديات استطاعت الدولة ان تتجوزها وتسيطر على الوضع وتنتصر وبدأ هذه السيطرة 2018 مع العملية الشاملة نعم لقينا بقى انحضار في مستوى العمليات لغاية ما توقفت تماما الزكاء الاصطناعي بيستخدموه زي لانه فيه تحديات يعني قدرنا او تتجوزها او تتصدها الدولة المصرية لكن مازال الخطر موجود انا كتبت ده في مقال في جريدة الوطن المصري المقالي الاسبوعي تسلسل الدعاية الارهابية مثلا استخدام الزكاء الاصطناعي في ازاي ان انا انتج فيديو وانا قاعد في بيتي وبعد كده احط الفيديو على موقع معين في شبكة سوداء ده كده وبعد كده يطلع انشوره ازاي على الانترنت ينتشر بشكل فضيع وكبير جدا في لحظة فده استخدام للزكاء الاصطناعي استخدام للزكاء الاصطناعي في تغيير صورة العنصر الارهابي هو بيعمل الفيديوهات دي اه عشان ما حدش يعرف يوصل اه شخصتان خالص وانت متعرفش بقى زكاء ده موجود جوه مصر برا البلد جوه البلد طبعا متعرفش طبعا الاستخدام الزكاء الاصطناعي في التمويل استخدام الزكاء الاصطناعي التمويل طبعا على شبكات معينة ويستخدموا الزكاء الاصطناعي بشخصيات معانا children التنقى التمويل ويستوردوا اسلحة أو يهربوا خصة كبيرة جدا استخدام الزكاء الاصطناعي في تركيب المتفجرات واستخدام الطيرات عن بعد دلوقتي بيفكروا ويقولك احنا عندنا حاجة اسمها الجهاد البحري يه الجهاد البحري دانا كمان ادخل على البحار وهاجم سفن والتاء احنا شايفين ده يعني مؤخرا فهو هنا الزكاة للصناعية اصبح حاجة خطيرة جدا وفيه مشكلة خطيرة جدا ولذلك احنا لازم برضو نعمل تماثل مع هذا الموضوع مع الارهابين يبا القدرات متماسلة طبعا احنا دولة يعني لازم انت طول الوقت معنا كده انت طول الوقت عندك تحديات تحديات والوقت طول الوقت في التجنيد وطول الوقت الخطر موجود الخطر موجود التجنيد والاستقطاب والافكار الهدامة وانتشارها وانتشار الاعلام الجديد والسوشيال والمواقع الارهابين احنا نتكلم في سوريا بس 216 موقع سوريا بس 216 طبع الامر صعب جدا للغاية اكيد بس وصلنا وتجوزنا حاجات كتير حديثة طبع الحمد لله صحيح بنا يسطر على الجانب شرفت بيك أستاذ أنا بتشربك دائما شكرا جزيلا شوف حضرتك بكرة على خير مع تحياتي عزة مصطفى وإلى اللقاء